شركة نيروسوفت لإنتاج أجهزة تخطيط الدماغ وتخطيط الأعصاب وتخطيط العضلات وتخطيط الثمونات الوثارة وتخطيط القلب وتخطيط جزع الدماغ شركة متخصصة لإنتاج الأجهزة الاستقصاءات الفيزيولوجية الهصابية سوف نعرض في اليوم جهاز نيروميب ميكرو الذي يساعدنا بتخطيط الأعصاب والعضلات جهاز له قناتين ويحتوي على شاشة التوظيف بعض معلومات التخطيط حتى يساعدنا بسهولة العمل بالإضافة إلى الكمبيوتر والاستغناء عن الفارع لتحرير يد الطبيب للعمل على إجراء التخطيط طبعا الجهاز له قناتين القناة الأولى وهو مرموز على الرقم واحد وفيه إلى مأخذين أحمر وأسود أحمر زائد وأسود نائس يمكن توصيل الإلكترودات مفردة على الأحمر والأسود وتوصيل الإلكترود الثالث على الأخضر وهو يعتبر أرض المريض أو تعريض المريض الجاكة الخماسية تغني عن الثلاث الإلكترودات الأخضر والأسود والأحمر إذن هي نفس التوصيلات إما في الكبلات المنفردة أو مجموعين بكبل وجاكة واحدة هذا الكبل المجموع بجاكة واحدة يغني عن هذه الثلاث بعض الحالات من التخطيط يلزم أن نستعمل الإلكترودات المنفردة في حال استعملنا مع القناة الثانية يعني بممكن أن نوصل الأسود تبع القناة الأولى على مكان والأسود تبع القناة الثانية على مكان آخر في التخطيط والأحمرين نوصلهم بواي كابل بنوصلهم بكبل اسمه واي كابل بيأخذ من الاثنين الحمر وبيعطي لكبل واحد وبالتالي بنستغني عن توصيل مكانين إذن القناة الأولى ممكن عادة نستخدمها لتخطيط العصر الحركي والقناة الثانية عادة نستعملها لتخطيط العصر الحسي لحتى لا نفكي الكابلات ونرقبها دائماً هذه التخطيطين أكثر شيوعاً تخطيط العصر الحركي كمان تخطيط العصر الحركي كمان يندرج تحته موجة الـ F أو F-Wave ممكن أنه تخطيط العصر الحركي وتخطيط الـ F-Wave بنفس الإلكترودات اللي هنا الموصولين واللي نحن ما نريد لأنه نشيله ونضعه نحطيط العصر الحركي لكي لا يعطلونها طبعاً الجهة الثانية من الجهاز يكون هناك كابل التحريض الكهربائي ينصل على هذا الجاكة هذا كابل التحريض الكهربائي ينصل على هذا الجاكة المأخذ الثاني هو مأخذ USB اللي هو تعريف جهاز التخطيط على الكمبيوتر وتقصيد جهاز التخطيط من الكمبيوتر بنفس الوقت الجاكة الثالثة هون يوصل عليها الجاكة الثالثة هاي يوصل عليها تخطيط الكومونات المسارة البصرية اللي هي شاشة شطرنج أو الإضاءة المتعددة أو المتوافدة طبعاً إذا كان بدنا نوصل بتخطيط جزع دماغ التوصيلة تبع التنبيه من هنا إذا كان بدنا نوصل كبسة كبسة لحتى كبسة المريض إذا كان طلبنا منه إذا كان لديه استجابة بكبسة هذه الكبسة طبعاً يوجد مأخذ للفوت سويتش اللي هو ممكن أنه يساعدنا في حال انشغال يدينا في التخطيط في شيء مأخذ ثاني للإن أوت ممكن استعماله مع الجهاز بملحقات ثانية للجهاز طبعاً في على برف الجهاز مأخذين آخرين لتنبيه الكهربائي ممكن أنه يساعدون بدل المأخذ الرئيسي ممكن أنه يساعدون هذول المأخذين بالتخطيط بالتنبيه الكهربائي وهذول يمكن أنه يساعدوا أثناء التنبيه الكهربائي لتخطيط العصب الحسي الحسي لمعلومات أخرى دائماً للتواصل ممكن أن تعملوا سبسكرايب للقناة ونرحب بملاحظاتكم استشاراتكم لحتى تعمل فائدة شكراً لكم والسلام عليكم